إن الجزائر تحتفظ بكل فخر واعتزاز بمساهمات حرائرها من النساء التي سجلنا حضورهن في جميع المحطات البارزة من تاريخ بلادنا انطلاقا بمرحلة الكفاح ومقارعة الاستعمار ومرورا بمرحلة بناء الدولة الوطنية السيدة ووصولا إلى المرحلة الراهنة وما تطرحه من تحديات وفرص لترسيخ صرخ دولة الحق والقانون ولتعزيز التنمية الاقتصادية وللنهوض بالرفاه الاجتماعي ولا شك أن اعتماد خطة العمل الوطنية الرامية إلى تفعيل القرار 13-25 كما هو منصوص عليه في التوصية الرابعة من آخر تقرير للأمين العام للأمم المتعدة حول هذا الموضوع سيكون له الأثر البالغ في تعزيز هذا التوجه وفي تثبيت المكتسبات التي حققتها الجزائر في هذا السياق لا سيما فيما يتعلق أولا بتعزيز عملية تجنيد النساء في الأسلاك الأمنية والعسكرية بغرض المشاركة الفعلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ثانيا بدعم وصول وترقية النساء إلى المراكز القيادية في الهيئات الأمنية ثالثا برفع الوعي لدى النساء والرجال بأهمية مشاركة المرأة في القطاع الأمن والعسكري وتشجيع الانخراط فيهما رابعا تعزيز تواجد المرأة في مختلف الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالسلم والأمن خامسا بتدريب موظفات قياديات في الهيئات الأمنية والعسكرية على تقنيات التفاوض وإدارة النزاعات وحلها لتهيئاتهن للمهام الإقليمية والدولية الخاصة بحفظ السلام سادسا بإنشاء قاعدة بيانات للنساء التي لديهن تجربة في عملية التفاوض وحفظ السلام والنساء المؤهلات للقيام بذلك سابعا وأخيرا بإشراك العنصر النسوي الناشط في المجتمع المدني والحركة الجمعوية في جميع المجالات